بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي وأشواغي ومن أعماغ أعماغي أذكركم بأن الدين يوداننا باغي وأن الدين لا يحتاج تدليسا ونفاغي مساكنه وواطننا تزيننا وتبعث في نفس الناس إشراغي فيا عجبي على زمان يحطم في أماننا وينسر باغة الأحزان في أرجاء وادين كيف أحوالكم؟ عليكم طيبين عليكم زينين ضجت رفست تخرج روح الموتن حبست سين سكينك وقابل القبلة لون ما رفزت كيف أحوالكم؟ مرحب بستاموني مرحب بفرعون كوشي حبابك عشرة من غيرك شرع مرحب بك مليونية أبريل العظيم 6 أبريل إن شاء الله تزقط لما تزبط ده الكلام دارين نتكلم عنه ذاته عن المليونية بتاع 6 أبريل الجاية أولا نشير عشان يعرف الغير وشير عشان نوصل صوتنا للغير دارين نتكلم عن نفس المفاهيم بتاعت مليونية 6 أبريل طبعا تغبيش الناس بتابعة تغبيش اللي بيحصل في الشارع العام نقف شوية نستنى الناس تشير ونسلم على الناس أزعد محمد مختار الفاتح حبابك كيف أحوالك نحمد الله الفاتح الجزولي والفاتح والفاتح شبرة حبابكم عشرة وميسر المرضي أبو سامي يا حبابك مرحب بفرعون الكوشي 6 أبريل الحكومة في فتيل 6 أبريل دي من حسي أبدو أكتب جرد حساب ده يوم جرد الحساب أنا بفتكر إنه 6 أبريل دي جرد بتاع حساب ده دي اللحظة بتاعت دي اللحظة بتاعت انطلاغت بوابة الصورة إنها كده أصبحت مشرعة ودي المدينة الفاضلة اللي تكونت فمفتكر إنه الناس تكتب مين حسي دي جرد حساب عديل لإن كدت عملت سنتين الفاتو دي لغاية حسي الجديد شنو في الصورة نحن محتاجين نجيل وده الحساب بتاعنا نعم محتاجين حقيقة لسة أكدنا نواصل نسلم على الناس أواب حبابك وايل حبابك أبو ميدين حبابك عشرة أبو مازين حبابك كلام جميل ذاته الأبوات ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظ الأبوات الغريبة ما عبل إلينا عيد نحن الأبوات دي دايما في عنصر كده غايته يعني متعنصرين علينا غايته نحن قبلنا ما دارين مشاكل مع الحرائر بتاعنا والقنداكات قبلنا بإنه ما عندنا عيد الأب ولا عندنا حاجة لكن ما في مشكلة يعني نحن دايما ما زاهدين الصوت قال لي بعيد كده ورون الصوت يا جماعة الصوت بعيد ستزغط لما تزبط الحل في البل الشارع بس كيف حوالك يا جماعة كده ورون ما هو نحن بنقول تزغط لي نحن كده خلونا جماعة نتفك في حاجة مهمة جدا إذا نحن دارين نمشي لقدام لازم نتفك على الكلام ده مهم يا جماعة شكرا نداري الشير نداري أبدأ معك الكلام الأنا بفتكروا إنه نحن دارين كلام الجرد لحساب ده لازم يصل بين نفس التفاصيل يعني يعني أنا الكلام اللي حقوله ده لازم يصل بين نفس التفاصيل لأنه الكلام ده مهم يعني نحن حسي بنحاول بقدر الإمكان نوضح الصورة للمواطن السوداني المكلوم المخهور وبنوضح الصورة للناس المغيبين بينه الوضع ده حقيقة ما حيمشي لقدام ما حيقدم البلد دي لقدام كويس إذا أنت دار تدافع عن حمدوك ولا دار تدافع عن المجلس العسكري ولا أنت دار تدافع عن الغحات يبقى أنت في النهاية دار تبقى زول خاين لوطنك يعني كده خلوني نحن نتفق نحن ما ضدك حسي نحن حمدوك ذات ونحن ما شغالين به كتير يعني ما نحن عارفين أنه كلنا مخترعين بينه المزئولية بتاعة وزارة الدفاع كانت وزارة الدفاع الحق تكون تابعة لحمدوك هي ما تابعة لحمدوك يعني نحن حمدوك وحاكمته عازريننا والله وعارفين أنه وزارة الداخلية الحق تكون تابعة لحمدوك هي ما تابعة لحمدوك فقلنا خلاص يعني الزول ده أصلا ما قادر يسوي حاجة ياخي نحن الزولة اللي ما عنده الحيات دي ما حيقدر يسوي لك حاجة اللي هو وزارة الدفاع وزارة الداخلية جهاز الامن الدعم السريع الجيش الحيات دي ما عنده دي السلطة التنفيذية فالغحات ذاتهم حقوا في اللحظة دي هم يقيفوا معنا والحمدوقين ذاتهم يقيفوا معنا واي ذول متنطح حتى الكيزان ذاتهم يا جماعة يقيفوا معنا لانه نحن مأسين بمبدأ الحساب في النهاية نحن ما ضدك يا اخي ما عندنا مشكلة معاك الزولة الافسد ده بتحاسب الزولة الظلم ده بتحاسب الزولة السرق بتحاسب ما عندنا مشكلة معاك ما كوز ولا حسي دي لو جاني كوز ده قال ليه لقيته نظيف فتشت ورق ولقيته نظيف وزول معين تعيين عديل وما عنده جرائم ما ليه ما لك يا اخي يا اخي ربنا ما بعقبك انا عقبك في شنو عملت الحجل عليك فنحن محتاجين نتلمى في اللحظة دي الخطاب ده همته انه نحن نتلمى في كل الناس حتى نحن اللايفاتية المختلفين مع بعض دي اللحظة الوحيدة اللي نحن نتلمى فيها لانه في مشكلة حاصلة في الوطن يعني في تمدد بتاع بليشيات حيدمر الوطن دمر قدامكم ليبيا ودمر الحسين دي المولعة لا سنين عدده ودمر سوريا ودمر العراق ودمر ودمر لبنان وحيدمر لبنان يعني قدر ما تقول دمر دي طوالي تلقاه يعني أنا وقد بدأت دمر دي أنا ما متذكر منطقة والله لكن لقيتها شدد ما هي كثيرة كثيرة لما مسيخة يعني إذا نحن في لحظة مفصلية والماليشيات دي مستمد دغوة من ضعف الجيش السودان عشان نحن نقوم نمشي خطوة الحاجة اللي بتحصل في الوطن دي ما بتدعالج والله بيزقطوا والله حيزقطوا وبكرة وبعد بكرة حيزقطوا لأنه البلد مفسق واكدا قلت لك حمدوق ما عنده وزارة الدفاع اللي هو تعب عليه وما عنده وزارة الداخلية ما تسمع الكلام ده ما عنده جهاز الأمن ما بزئول منه جهاز الأمن هو ذاته خالق لك بل بلو مشاكل ما عنده الدعم السريع ده البور دي القوة ما عنده الجيش السوداني في يده ده تخيل السلطة التنفيذية في الدولة ما عنده الكلام ده ما مزئول من هيئة المواني ولا البحرية ولا هيئة الطيران المدني ولا هيئة الغضاء ذاته ولا مزئول من بنك السودان ولا البنك المركزي ولا مزئول من سكة العملة ده حمدوق أنا ما اتكلم لك وحكومة حمدوق دي ما مزئولة من الكلام ده كله ولا بتغير العملة بيقدر غير العملة ما بيقدر يغير العملة وما مزئول من ملف السلام ذاته تخيل انه ملف السلام يحوص فيه كده إلا يمشي يا حمادتي يا البرهان عشان هو يوغع عليه وابقى ما عنده حاجة يعني ما مزئول من المزئولية الشبابية كلها عن حمادتي المزئولية الاقتصادية كلها عن حمادتي أكتر من 300 لينة نتيجة زيره يعني عملت شنو هو ما عنده حاجة يقدم لك حمدو عشان كده نحن في اللحظة دي محتاجين الناس تتلمهم مع بعض يعني يا اخي نحن بريك الجانب العسكري ده مستحوز على السلطة بيت قدر وبيت قوة إذا إذا حمدوك حتى الوزراء اللي عنده ديل في الوزارات اللي عنده ديل جاي عينهم إذا الجانب الأمني إذا العساكر ديل قالوا ما دارينه لازم يحولوا له لأنه بقول لك يا اخي ده فشل في حاجة يسمى الفحص الأمني بياته مغياس ولا بياته معيار يكون عنده حاجة يسمى فحص أمني ياخدتوا ذات كله وهو في فحص أمني ما كان دخلتوا في المكان ده يعني نوع من الاستبداد بيوريك أنه حمدوك ده ما عنده حاجة يقدمه حتى الحمدوكيين حقوا يقفوا معانا في الفترة دي لأنه نحن شعرين بينه الاستحواز الجانب العسكري ده هو المشكلة وهم ذاتهم الغحاطة ذاتهم عارفين الكلام ده والحركات المسلحة عارفة الكلام ده كل الناس عارفة الكلام ده الإشكالية بقت في المجموعة بتاعتها العساكر المستحوزين على السلطة السلطة دي معين السلطة دي معين حمدوك يا جماعة وحمدوك ده لو ماشى وماشى في نهاية حيتباع يعني لو انت بتفتكر انه الامم المتحدة والمنظمات الواطفة مع حمدوك دي لقدام بتقف معاه راجع نفسك لأنه عين للسيسي ده عين للسيسي ده ليه ما يقفوا معاه يخي ده ما طاغية ده ما متجبر ده هما ما ناسنا زهين هما ما منظمات عالمية يخي ده بيدعم وثول لغاية حسي السيسي الطاغية المتجبر ده يا زون المجتمع الدولي والمنظمة العالمية دي ما عندها قضية بيك والله لو وسلت الغتس ما تشتغل بيك ما تشوف ليه فكوا ليك وفعلوا ليك في النهاية حيكون نهايتها مآسي انا والله ما بقول الكلام ده انا بقول لكم نحن عندنا مشاكل مهمة الجانب العسكري ده هو موجود البلد دي ومتبشي ليك قدام والجانب العسكري ماسكا الملفات دي كلها قلت لك الغطاء ماسكا النايب العام ماسكا الدفاع ماسكا الداخلية ماسكا الأمني ماسكا الدعم السريع ماسكا الجيش ماسكا هيئة المواني ماسكا هيئة الطيران المدني ماسكا بنك السودان ماسكا سكا العملة ماسكا تغيير العملة مانعة ماسكا ملفة السلام ماسكا ملفة الاقتصادي طيب عنده اشنو عنده اشنو ما عنده حاجة عشان يقدمه ليك نحن سنين طويلة بنقول لك اول ما جو حاسي ما شعر لسنتين أول ما جابك قولي حمدوك أول حاجة غير العملة قدر غير العملة دي ما قدر غيرها ولا حقدر غيرها حتى الملفات اللي عنده شاء الله سلم لحميتي ياخي نحن دولتنا ده حمدوك كانت محتاجة أنه نشحد يعني نرجع نشحد محتاجة علاغات دولية معاك عشان نكون منصفين صح لكن ما محتاجة أنك تتشحد يعني محتاجة أنك تسترد الأموال المنهوبة المطالبة الصورة مطالبة الصوار محتاجة أنك تحاسب رموز النظام الحس أنت نحن دالنا أقول لك عشان تعرف أنه حس المشاكل الجدام إذا أجدت تتكلم عن رموز النظام بتعرف أنه صلح جوش طلع بيوين وكتاي طلع بيوين وعبد الحي طلع بيوين وعلي كارتي طلع بيوين وكل النازل طلعت بيوين مهودة طلع في ظلم حكومة حمدوك يعني طلع في ظلم حكومة حتقول ليه اللي هو التغاعس الأمني التغاعس الأمني ده ما وقلنا لك حلجي هذا الأمن حتقول ليه التغاعس بتاع الشرطة ما قلنا لك سيغة الشرطة التغاعس بتاع الجيش ما قلنا لك هاي كلا الجيش السوداني التغاعس مع الدعم السريع ما قلنا لك نسرح الدعم السريع هو الدعم السريع ذاته جلشنو ما هو ده المهدد الحاجة أن نحن نتفق على كلنا يا جماعة بأنه الدعم السريع ده بتمدد يعني في ظل حكومة حمدوك ذاته مطلع إلى قريب إلى ثلاثة دفع طيب الدعم السريع ده ما هو يتبنى بمسببات المسببات دي كانت الحرط حسي توغعته سلام المسببات دي كان في حركات مسلحة حركات المسلحة الليلة قلت وقع السلام الجيوش بتحت فضبال لشنو عشان نعمل بها شنو يعني الجيوش دي لشنو وراجب بيتكلم في الحاجة دي ما في ذلك بيتكلم ما هي حقه تتسرح طوال الغوادي دارين تبنى دولة ولا دارين تبنى جيش ولا دارين تبنى مرتزغة جماعة الثورة دي طبعا الحاجة الحقه يفهموها هي بدت تستهدف أبناء كلهم بدت بدت تستهدفهم عديل عشان انت تعرف الجرد بتاع الحساب اللي أنا بفتكله ده الجرد بتاع الحساب ده طواله أنا بقول لك عائل لأول ضابط قدام الغيادة فتح بواباته وطلع يرغص معهن المقدم ولا العغيد ما عارف كان وشه كده بيشبه شوية كده فيه شبه من زنون الضابط ده مقدم ولا حاجة زي دي الزول فارس يعني ده وقف موغف نبيل ده من الناس الرقص بأول لحظة تخيل انه هو يكون قاعد في بيته يا أخي تخيل انه ده نتيجة الصورة يكون قاعدين كلهم في بيته الناس محمد الصديقي يقول لك كان تطلع لهم مشكلة قديمة يعني في الابتداء يقول لك يا أخي ده كده ده الرموز الصورة أول حاجة تخيل انه ناس ديستيس ما كانوا برضو محركين يعني انت بتخدتوا انه كان الناس بتعرفهم يعني في النهاية قدموا شاء الله الواحد قال مشاشا مشاشا قدم يا أخي حبوا الناس وعرفوا وين يا أخي شوتايم ده جنانو يا أخي جنانو عديل وصلوا مرحلة كده لما فقد المنطق بغض النظر عن انه باعوا أحمد الضي دي الناس أحمد الضي وكل الناس ما هو في النهاية أنا ما دال انه نتكلم عن بيع وشراك نحن في دواعق تانية نحن اذا موقفنا في الموقف ده يبقى نحن ما ناس وطنيين ولا بنافكر في الوطن نحن ما كلنا لازم نجتمع في نقطة واحدة بس انه وجود المنظومة العسكرية دي بداية بالدعم السريع والحاجة ده المهدد الأمن بتاع الوطن عشان ما يبقى ليبيا وعشان ما يبقى دولة تانية واحد اتنين الجيش السوداني والشرطة وجهاز الأمن دين لو ما قعدنا كده فارتقناونا حلحلون حلحلون قدامنا كده فارتقون إن شاء الله يلومون كلهم مع بعض وبامتيازاتك وبمأهلاتك تخش الشرطة ولا تخش الجيش ولا تبشي الأمن كده كلهم يعوسون مع بعض عشان نحن ما دارين قبيلة وعشان نحن ما دارين عنصرية وما دارين جهوية دخلون كلهم اللمون كده بس عجلون مع بعض عملوا لهم امتحانات ووزعون ما قلت عساكر بالحركات المسلحة بس في النهاية كنت طلعوا لكم جيش واحد الخطوة بتاعت إنك انت ماشي لفيدرالي ده بدون ما تعدل الجيش ده انت ماشي لتكسيم للوطن انت ناس كلهم متفرتقين الحلو بمجموعته عبدالواحد بمجموعته فلان بمجموعته تقوم تقسمها غاليم ما كده سلمت عليه وعدين إذا مدعم الجيش وطني ونطيت الخطوة ده ابقى انت ماشي والله كتبت على الوطن السلام سلام علي السلام هم على السلام يا سودانين لو انت ماشيت للخطوة بتاعت فيدرالي قبل ما تعمل الجيش وطني ده مفاهيم ما مواسيق مفاهيم حاجة بتفهمك كده انت لو ما فاهيمه تبقى غبي ما أنا ما بقدر اتهد معك بس خد تعكيده اهم حاجة انك لو ما عندك جيش بقدر يحفظ لك النازل كله ونبقعدهم في علبهم وجيش وطني بتقول له كده عندي مشكلة بتاعت كده بقول لك امشي الغانون لكن البلد دي ما في ذلك بنخليه يرفع فيها سلاح ده نحن مهمتنا نحمل مواطن ونحمل الوطن بس وما عندنا قضية بالكرس وبالسلطة هي اتركاننا دي قاعدة كده يتشاكلوا في بعض يا المدنيين دي حقتكم الدولة دي ما حقتكم لكن انا في النهاية اي انفلات امني واي كوارث واي صراعات واي غازي ومعتدي انا بدمره ده الجيش ده ما عندك انت ما عندك جيش ده ما عندك ولا تفكر فيه لانه ديل ما ناس الجيش ديل الضابط اللي بيقيف بيعمل تحية لواحد عمره 40 سنة وما قرع بيعمل له تحية ده بس ألطم وعويل مش لطمن وعويل ديكي بس طوال ألطم ألطم قدودك وقل عليه والسلام الجيش اللي بيأكلوا أولاده قدامه ما تقول لي ده قوز وده كده اللي بيجيبوا بدير هيئة الاركام بيقعد قدامه واحد عمره 40 سنة بيكفتوا بيدقوا بيخليه اعترف ده ما الجيش حميطي ده وكيد قاعد قدام رئيس هيئة الاركام ده طوال انت الفاتحة لو انت بتفهم إلا تكون ما بتفهم ما عندنا جيش يا جماعة وبفتكر انه البرهانده هو بلفلف ودوره خايف من حميطي لأنه دمروا الجيش السوداني إذا كان العسكري بتاع الدعم السريع بيأخذ قلوش أكتر من الضابط النغيف في الجيش السوداني ولا النغيف في الشرطة ولا الرايد في الشرطة عسكري من وين من حق الشعب السوداني من دهبة الشعب السوداني من وجعة الشعب السوداني ومن موافقة مجلس الوزراء البلد دي ما محتاج فعلا نلطم عليها أنا بقول لك الكلام ده بقوله لك عديل لأنه خلاص نحن وصلنا مرحلة لازم نقول لك هذون ما تسمع الكلام ده الجيش ما فيه بلد دي ما فيها جيش ما فيها جيش لو سمعت فيها جيش قد ذعب باي ممكن يكونوا فيها خمسمية ولا الفين ولا ثلاثة لكن عمر البشير دال عمل واتهد على أساسين يدمر حاجة سمج جيش السدوان وجافية الخرطيات دالة لهم دال ما بيعملوا حاجة دال 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 بيدقوا فيون العساكر يعني ولا ضابط في الدعم السريع تقيل إنه زول عسكري يجي دقوا له ضابط دا ما لا جيل دا جيش منتهي ما ما تسمع الكلام بتاع الكوراك بتاع واحد من أخواننا ما يغشوا ما يغشوا هم بقولوا كده بتفرسنوا في التلفونات لكن الزولة إذا كان بتفرسن تحدي نغيب إذا كان غايدوا الفوق بحي عبد الرحيم دقلو وبحي محمد دقلو وعندهم ضباط ضباط أو لا شفع صغار بيحيون لك ناصة الججلة وممكن يكفتوا لك الضباط وممكن يختصبون يعني دا ما في جيش يا زول ما يغشوا الناس الشعب السوداني جيش دا انتهى عديل كده عشان كده عبد الرهان بحاول يلقط بهنا وبهنا والبرهان ذاته عميلي يعني لو كان دالي عالج المشكلة دي كان يعيد المفصولين دا أكتر من أكتر من ستة ألف ضابط مفصول وأكتر من خمسة وستين ولا ستين ألف الليلة لو كان ععادهم مما جيلينا سنتين وهيئهم الليلة لا في دعم سريع بقدر يتكلم ولا في كده يشتغلوا الشغل دبيب وخابرات على أساس انه يدمر الجيش تكمل للعمل القامبيو عمر البشير من غبل الإمارات دي وقسم بالله العظيمة الإمارات دي ما دمرت الوطن وحركته ما بيمسي لي قدامه والأغبار بتاعت حميتي وبتاعت الأسلحة بتاعته والطفغة الإيطالية الجاد والدبابات النذرة تدخلت المناطق بتاعت خلفة تولاندي دي حتسمعوه بعد أيام حتسمعوه لأنه لأنه المنطق بيقول كده يعني حميتي ده مش إيطاليا ده يلعب في انتر ميلان مش يلعب في ميرسيليا ومش يجيب سلاح يعني مش يجيب سلاحه مش يرتزاغ يعني ما ده كلام بتاع منطق وفي زور قدر سأله ده ما نايم رئيس مجلس سيادة يعني ده ما عنده خصوصية في ناس ما ما عندهم خصوصية ما عندهم خصوصية ده ما عنده خصوصية ده نايم رئيس مجلس سيادة أي حاجة بيعمل ليه ما وضح إنه إيطاليا عمل فيه عجبته واحدة إيطالية سافر لها ده كلام حقه يكون واضح قدام الناس ده ده في الدولة المنظمة دولة ما تجيب تقعد في كرسي زي ده لو عملت الحركة دي بيتتحاسب بخيانة العظمة تمشي وتجي وتزكت اتقال نفسك شروب اتقال الشغالانة ساي كده مطلوقة ذاتك اتقال نفسك في الغابة لسه بترعى في البهاي وكده شغالين عندكم مزرعة دي دولة دي سيادة بتاع الدولة دي انت ممكن تمشي مشيتك دي يا اخي يا اخي الرئيس بتاع جنوب كوريا دولة اسمه القصير المرعب ده المرعب ده وكده جاب الترام لو انتم تذكرين عشان اوريك انه المخابرات وعشان اوريك انه العالم يتطور كيف هالزول ده طبعا جنزل في موقع واحد يعني تخيل انه الزول ده جاب معاه شنو بالطيارة جاب معاه لمواخذ الحمام بتاعه الحمام جابه من بلده معاه طوالي ليه لانه خايف لو قام قعد لمواخذ طلع الازده لو قاموا شاف الجماعة ده اقتنصوا من الازده تخيل اي حاجة بيعرفوا لك الزول ده عنده شنو مشاكله شنو بطل فيها شنو وراسه فيه شنو واي مشكلة عنده بطلعه تخيل انه الزول الناس ده دقيقين ويصلوا لاته مرحلة يجي حميتي سافري بشي ايطاليا ويخي انت غبي يخي العالم ده ده ما جايبين خبر الناس اللي قاعدون ده الوحيات كتاب الله انا ما عارف يعني هي بس شغلان زي بقام من نومه ولقا قومه يهزات اقصم بالله العظيم يهزون بيستافر وتقعدوا في ايطاليا بحل المافيا وبحل الدنيا وتي راجع لافيزول يزألك لافيزول يتكلم معاك ده بلد شنو دي هزون وسفراء شغالين جو العاصمة القومية ويمشوا ليتيريك ويقابلوا تيريك ويقابلوا موسى ده شنو ده ده بلد شنو ياهزون اقصم بالله العظيم البلد دي اذا تحاكمت دبلوماسيا والله الناس ابراهيمة الشيخ والدنيا دي إلا يطلعوا بيقدى القفة لو اتحاكمت سياسيا بس بمفهوم سياسي الشغل بتاعنا كده عميل ولا ذول نظيف ده كلهم بيكونوا جواسيين يخمع قولها عائرة وضاء صوت يهودي العائرة وضاء صوت ذات اللي بيقولها طيب قالوا لين الفنية بتاعت المجلس الامن والدفاع تغرر افراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلح طبعا انتم عارفين انه ده كلامنا صح طبعا يعني الكلام ده دايما بنقولي يعني زي ما قلنا العملة وزي ما قلنا حاصل الصادر زي ما قلنا وزي ما قلنا ده واحد من الناس اللي بتكلم فيه انا طوالي يعني انه في النهاية الليلة جات لجنة فنية انا ما عارف اللجنة الفنية دي تاب علي وين واشتغلت الشغلة الغريبة اللي انتم حسن باستغربين في ودبا انه هما نازل ما يكون فيه مظاهر بتاعك وجود مسلح يعني هما ما انا ما عارف حيسوشه طبعا هي طالما هما قالوها يبقى ما حيطبقوها بالحية انت دايرة لانه ليه هما قالوها يعني ما انت شوفها نازلها ما اغبياء هما عارفين انه الشارع ده طالما ضغط ودي مطالب بقدمه غالب بقدمه عيسى بقدمه الطيب بقدمه كده بعد شوية بتبدأ تتفاخم وتقبر المطالب ده عشان هما يقوموا يكفلوه يقوموا هما يطلعوا الغرار لا نحن دارين غرار عديل رئاسي غرار بينه المباني ذي ذاته تستلم لي ناس تانين تستلم لي هيئات تانية تتلم يعني مصالح حكومية تدعمي الجامعة لكن انت ما تكون موجود هنا الدولة دي تعاوضك يسكنوك برا المنظومة العسكرية دي لازم تكون برا بسلاحة وبيعتها ده برا العاصمة دي ما يغيروا الروهون اصلا لو غيروا الروهون في مشكلة يعني عندهم تحايل فيها فعشان كده لو ما طلعت جاب بصورة مغننة ليه لين احنا طالبنا بانه العساكر دي ما يكونوا موجودين في العاصمة لانه موقع الغرار لانه العسكري البسيط ده او الضابط ده بركب الدبابة بتاعته عشر دقائق بيكون في الغصرة الجمهوري المشاكل والصراعات دي كلها حول العاصمة ليه لانه مركز الغرار مركز الغرار حينما يتحايم حول العاصمة مركز الغرار فضل الاعتصام لانه مركز الغرار ابقى مركز الغرار ده اذا ما طلعت منه العساكر دي كله وعدد شرطة ابقى في النهاية مافي فايدة لا ما مظاهر انا ما دير بيت ما دير اصلا يكون عندك سكنة داخل العاصمة القومية اصلا سكنة داخل العاصمة القومية ما بتجيبها كله كله دي مزئولية بتاعة الشرطة بس دي مزئولية الشرطة الشرطة الأمنية بأكسامها شرطة المجتمع شرطة الكده عندها نظام كامل ما هيئة ما عندها مشكلة يمشي يصيغوها من جديد يضغطوها يجددوها المهم هي دي مهمة فشلت ما يشيلوا لي المدير يصيغوها من جديد الشغل ده تأهيل القضية دي بتاعة التأهيل بتاعة التدريب بتاعة زول بعرف ادعامل مع المواطن بتاعة زول بعرف امتص الصدمات بتاع تزول بعرف يعني امتص غضب كده بتاع تزول بعرف الحكمة متين يطلع المسدس ومتين يرجع المسدس بتاع تزول بعرف مؤهل يكون بعرف ادعاما مع المواطن دي قضايا لازم تكون موجودة في كله عسكري وده تأهيل دي قضية بتاع التأهيل قضية انه يحميك دي دي قضية اساسية انه هو بيحميك ما عنده قضية بتحصل المدنية والعسكرية في الدولة ما عنده قضية بالسياسة حقه يتحاكم طوالي وينسيين وده الغرارة الطلع قالوا انه زلوا يتكلم ده حقيقة لانه ده ما شغلك لانك انت طلعت من شغلك طلعت من شغلك الاصلي انت ما لكم دائرة دولة عسكرية انت دخلك باشنو انت زل نحنا كمواطنين بنديك مرتبك وده نحنا ما قاعدين نقول لها عشان ما دالين نرفع الوطيرة البيناتنا دالينهم برضو هم يحسوا ما نحنا حاولنا الصورة دي حاولت بيقدره لمكان تقدم للعساكر جعل وتوضح لون الحب والتناغم البيناتنا ومش التناغم بتاع حمدوق والله مما واحد يقول تناغم طوالي الواحد يذكر حمدوق جاني بقضي طالع ما تناغمك يا حمدوق كده رجع يا اخوي التناغم الحقيقي بيجمعنا بيجمعنا نحنا كمواطنين سودانين احرار حق المواطنة بس ما عندنا مشكلة مع العساكر لكن هما قصة الحكم دي ما عندك سلبية حقه تفهمي بس مهمتك انه تساعدني وانا اساعدك ما عندنا مشكلة حقوق واجبات بيناتنا وانك انت تحافظ علي وتحميني دي قضيتك جاري طوالي للسلطة حقيقة الناس الناس انا اتكلم عن حمدوق لان حمدوق دي جماعة هو المحامي هو المحامي بتاعنا المحامي اللي هو اختاروا الشعب السوداني حقيقة اختاروا الشعب السوداني يعني اهي ضللونا اهي خدعونا اهي غشوا الناس صوروا لون حمدوق ده بينهما زول قوي جدا وزول ممكن كان يغير لكن حمدوق كان زول كويس او زول شاطر لكن ما عنده كارزمة ما عنده اي كارزمة حمدوق ده عشان يعمل له غرار زيل ممكن اللي يطلع يضربه لك بيتلفون وممكن بيتلفون ما يقدر حسي غراراته دي أنا تخيل لي بيرسيله بالواتساب ما بيقدر ياخد غرار أنا بالمناسبة يعني في ناس كتيرين احتكيت بقون زي حمدوق ده بيخاف وياخدوا الغرار وخوف عديل قال لي العالم ما فيه جيوش العالم ما فيه جيوش في المدن ده كلام نتحية لكا مزعود بتاع بتاع زول ما عارف الغانون وحقه وواجبه المشكلة الشرطة كيزانية هو الكلام لما هي كيزانية ما أنا بقول لك سيغل عشان إنت تقوم تدخل النازل في سيانة وتأدلج أدلجة حقيقية في الدستور هو ذاته بالمناسبة بيكون مرتاح وقت يكون حاكمه دستور ما يكون حاكمه ضابط ما يكون حاكمه بني آدم ما ده ده حق التغديس ان نحنا بنفتش انه الشعب السوداني يطلع منه يعني لو عايزين تطلعوا عشان العاصمة بلا سلاح هتطلعهم تقول لهم كده نتظروا لي هقعدوا لي برا هناك لما الجماعة دي اللي يأخذوا لفتهم وندخلهم نحنا داينين تسقط والله سكفي أنا إنها تسقط بس وتنشك كميلا أنا هي أصلا ماشا لي برحلة تسقط أنا هاشرح إليك يعني هاشرح إليك إنه حيحصل شنا ما إنت حسي مشيت في اتفاقية بتاع العبدالعزيز الحلو وحتاجي اتفاقية عبدالواحد نت عبدالعزيز الحلو قاموا تنازلوك من الكلمة بتاعت العلمانية بتاعت العلمانية الدولة وطبعا دي المجهجي هابا كده الكيزان دي الهوزه ولسه على الموضوع ما ما وصل اللي هما وصلوا لدولة مدنية يعني شوية كده بتقيف مع مع المفهوم بتاع الديانات ووافقوا بينا تكون دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية اتفقوا عليها خلاص اتفق عليها جانب العسكري ده رغم إنه ما عنده حقها اتفق عليها ما نحن خلاص بقينا متابعين الشعب المسكين ده منتظر إنه هو يعني استجيب براه ولما يصل مرحلة يقول والله أنا فقدت فيه الأمل كويس؟ أهناس عبدالعزيز دي يا أخوي جائينا الكلام القبال أنا بقوله لك لو أنت بتتذكر حقه وانوينه ما خلاص هم قبلوا لك بيدولة مدنية وماشين معاك الناس ديك اللي هم الناس البسيطين الكله النفرين ثلاثة والأربعة دي اللي تلموا قاموا قالوا هم الجبهة الثورية وجد قعدت معاهم ونحن ماذا لنخش معاهم في السرعة قبلنا هم ما عندهم كان أرضية ولا عندهم أرض لا عندهم أرضية ولا عندهم أرض أهده أرضية هي كالذولة عنده الأرض والأرضية نفرين واحد كان واحد عنده غرفة مش في ناس بيقولوا يسغروا لك الحاجة دي يا عبدالواحد داي عنده غرفة في البلد دي ومحافظ على أرض محررة وداي عنده أرض محررة أهبت الدين شنو ديك اللي ما عندهم أرض ولا عندهم جيش تمت لهم جيشة كتا حميته تم لون الجيش قدتهم خمسة وسبعين كرسي في البرلمان وديتون خمسة وزراء وديتون ثلاثة مجلس تيادة ولسه في حكام غاليم أها دي الناس اللي عندهم الأراضي دي هتدون شنو كده كل ذول يوريني هيدو الناس زي شنو دي ما عغبك هتكون قدامكم هما طبعا هتوا حسي يارين عندكم ضامنين في مليار هيدوكم لا بعد ما الناس يوقعوا إذا عبدالعزيز وغع وإذا حلو وغع هتنزل تاني مليار بالدول الحركات المسلحة الحكومة بتاخد فيها 250 مليون وال750 حيش يلابنوا ناس الحركات المسلحة كلهم كده بيقسموها عليهم طبعا دي المعركة التانية دي زي معركة الجمل بتكون نارة وطيسة فوق وكدتجي 750 خلينا 750 ها دي هتقوم بتقسمها كيف تاني الشغلانة دي أها مجلس السيادة دا هتعملوه في التمية والله ياخي دل بلعبوا بالوطن أنا والله أقول لك حقائق عشان أنت بتضربها معايا أنا ما قاعد أقول لك حاجة ما قاعد أقلف لك ولا قاعد أقول لك حاجة من راسي دي حقائق جاية حسن نازم ما شوف اتفاق ونزأ لله إنه يصلوا لاتفاق ونزأ لله إنه يصروا بإنه الدعم السريع دا أول حية فرتك زي المليشيات كلها يندمج في فترة واحدة وبزمن واحد وبميغات واحد أها التوزيع حيتم كيف أقول قال لي الدعم السريع لو تفك فك الباقي ساهل دا دليل على إنه في ناس فعلا والله الدعم السريع لو تفك فك الباقي ساهل فعلا مجدي يعقوب دولة مليشيات يا أستاذ ما هو دا الكلام الكلام عشان كده من نقول لك هي الصنحة تزغط ما هي يا أما تزغط يا يبدو من جديد يبدو عديل من جديد ما ما في طريقة يعني في النهاية حتضيف الناس زي الولد تقوم بتشيل الغاحات تشيل الناس عشا ما ما عشا نيكولا وبتاع تجيب بدلهم منه اللي هو المجموعة بتاعة الناس الحلو وكده وهو في النهاية حتبقى تقاسم بتاع كيكة ساي لأنه التجربة دي ذاته والميساخ ده ذاته مرة على الحلو والحلو ذاته عارفه يعني وكده جوني فاشا جو بين نفس الاتفاقية دي والحلو يشتغل بين نفس الاتفاقية دي بين نفسها الحكومة ما التزمت وحصل الصراعات وبرضو كانوا ادخالي محتفظين بجيش وحيكونوا محتفظين طوالي بجيوش يعني يعني القضية ذاته تجربة المجرب اصلا ما في حلول يعني سبحان الله يعني حتى لغاية النقطة دي نحن يا دوبك حنرجع سنة 2005 عشان يجو ناس الحلو يوقعوا نفس الاتفاقية نفس الاتفاقية الفصلة الفصلة وين الفصلة الجنوب وبالعكس كمان اسوأ لانه في دعم سريع كمان يعني شوفوا التاريخ ده الفين وخمسة هو الفين وواحد وعشرين ما في فريق بينهم كلها نفسها الصراع يعني كانوا الاماديكم الصارعين الحلو برضو نفسها الصراع مع عمر البشير ووصلوا الاتفاقية وجاني فاشا والناس استبشرت خير واتضحت انه في النهاية ساقت البلد دي لانفصال وضيعت البلد دي وعمر البشير تاني استفرت بالسلطة ودلزاتهم قاموا هربوا تاني هربوا ومشوا وكاتلوا وجور عاجعين تاني الدور ده حتنفصل وين يا جماعة ما دل كلام بتاع المنطقة الحق والناس تعارفوا والله ما نحن لازم بعد ده يا أخي يا أخي المنظومة العسكرية دي عشان ما تدي فرصة وعشان ما تضيع البلد دي لازم تتنظم يا جماعة المنظومة العسكرية دي إذا ما تنظمت والله العظيم أنتوا بتكونوا يعني كتبتوا على وطننا ضد ضياع والله ما هو حسي الناس المؤمنة اللي يحمدوك اللي يحمدوك اللي يحمدوك اللي يحمدوك انت شايف الحاجة اللي بتحصل قدامك هو ما حيقدر يقدمك ولكن حاجة في ظل الماليشيات دي وفي ظل الغمع والظلم الحاصل ده بالعكس هو ماشي للتغنين حسي الكلام الماشي ده إنه حيطلعوا من العغاب هو إفلات من العغاب والله العظيم ما انت ذول حيجي يمضع معك وسيغة زي دي حتجي تحاسبه كيف تاني تاريخيا زي البرهن ده حتحاسبه كيف تاني على فضل الاعتصام ذول ماضي لك وسيغة تاريخية ليه سلام ما هو في النهاية ده الكلام الخلى زمان الناس القابلينا كانوا بيدعامونهم على القضية بين نفس المفهوم ده بإنه الواحد بيعمل لي حاجة المجتمع بيفتكيره كويس وهو بكون عامل ليه جريمة تانية بتتخطى موازنة وبينسوا الموضوع ده ونحن ماشيين ناسين الموضوع طوالي اي جرائم ناسين وهو الخوايجات دي لهم بذاتهم الحسن المنظمات القاعدة دي هي ما عارف انه البرهن ده غاتل القاعدين معاوه ويمضوا ما عارف انه غاتل وما عارف انه ممكن يكون مطلوب للجناية لكن الشغلانة كلها على اساس انه يطلع ويفلتوا من العغاب كل الناس والناس كلها فلتت من العغاب والله تمسوا الجرائم كلها وضيعوه حسي انت ما بتقدر تغير حاجة انا قلت لك انت حمدوق ده لو ده غير يجيبوا لك واخدتوا لك في الكشفة الامني وما عارف ذول ده لما عاجبنا في حاجات كده بيستبعدوا ناس بيقول لك بدون اسباب معلنة يعني وكيد قدموا ناس عبدالقادر تخيل له وعد الحافظ ديل ما قبلون قال بدون نحن الكشفة الامني قال رفضن رفضن ليه ما الناس محتاجين سبب ما سودانيين يعني لا لا والله دي لا اسباب غير معلنة كيف غير معلنة كده غير معلنة ده ما حق غالفيتو ما سمعت بي حق غالفيتو اسامريكا ولا روسيا ولا الدول ترفع حق غالفيتو ده حصير عساكر عندهم حق غالفيتو طيب دول ماليشيات يا اساس الدعم السريع لو تفك فك الباقي ساهل والله لو تفك فك الباقي ساهل طيب نحن نمشي نشوف اللهم صلى عزيزة محمد برهام محتمي في حمياتي وده حقيقة طبعا برهام محتمي في حمياتي وهو بنفذ الحية الدائرة وفرتق ليه في الجيش بالمناسبة الطريقة الفرتقوا بها هيئة العمليات كانت واضحة بالمناسبة لكن كمان انا حقوم اكشوف لكم الدور الثاني انه حمياتي للأسف الشديد مخضوع في نقطة هو ما حاسبة قلت لكم النقطة بتاعت الناس الحسي السللوا من جهاز الامن ومن الجيل جيل بالمناسبة دي غناب الموغوطة بالنسبة لحمياتي ودي حتدمروا لانه معظم العمل الداخل الدعم السريع هو جهاز امن وناس ده المعطي يرصي الناس المعودة للطير يعني حيجبوا له العلم من وين ومما الواحد كلهم بس من نومه ولقا كومه الواحد ذاته الشكله ذاته ما شكل ضابط ما شكل عسكري فلو حصلت اي حاجة بالمناسبة حمياتي دا بيكون نهايته مرة والله مش كمية ناس كتيرين جدا ما عندهم عريضة غتالية واحد اتنين كل السواقين يا جيش يا جهاز امن دي المبعر في العاصمة حاول جاب كم نفر لكن فاشلين في انه يعني سقوطها خلال العاصمة كل السواقين ما تابعين لي لحمياتي ما هي كلها قبيلة واحدة يا معا او هي ما القبيلة يعني انا بالمناسبة كلمة قبيلة دي مرات بتهبش يعني هي مجموعة من قبيلة واحدة والقبيلة دي بالمناسبة فيهم الناس والله يضربوا لي بيشكروني وانا متأكد انه فعلا في كل قبيلة والله في احرار وفي ناس اخيار يعني يعني كان المحاميد ولا المهرية اقسم بالله العظيم دربوا لي بيشكروني بس في الكلام البسيط اللي قلت انه فعلا ما عندهم انصلة بالجرائم البعمل فاحي ميتتي ولا ولا موسى هلال ولا احمد هارون ولا كل الناس ما عندهم انصلة بها والله وهم ذاتهم بتمنوا ان الله سبحانه وتعالى يعاغبا نازل من المهرية ومن المحاميد اولاد عمامهم كما ممكن يكونوا قريبين اولاد عمام لهم والله واحد يتصل بك يقول لك يقول الله ينزع الله الله سبحانه وتعالى انه ينتقب منهم طيب يا غالب لو قدر البرهان ما تخيل سيناريو حيكون كيف هي طبعا السيناريو طبعا لو الدعم السريع هم لو يتوحدوا على الدعم السريع ده بس في الفترة دي هو مضطر انه يعني يسلم في اربعة خمسة ساعات بيسلم بس لو فعلا الناس وصلت لمرحلة انه فعلا يتحل الدعم السريع ده لانه هو فعلا لو ما تحل مشكلة كبيرة جدا جدا مشكلة ممكن يضيع فيها الوطن عديل كده الجيش الحاجة العملة تاريخية المساوي العملة تاريخية دي حقه يقف فيها موغف بعد ده مختلف يعني انا 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 بتمنى انه يعني الجيش كده يحس بالحاجة الشعب السوداني بعد ده نحن فعلا اذا ما انا بقول لك ضعيفين هاي ممكن يكونوا الاف لكن عندهم تأثير بالمناسبة يعني العساكر البسيطين بتاع الجيش ومجموعة سلاح المهندسين والمدرعات والنازل عندهم تأثير كبير جدا وتأثير مخيف يعني بالنسبة للدعم السريع لانه ديل بعرفوا غتال المدن وبعرفوا التعامل بتاع غتال المدن ولو يتوحدوا في اي لحظة حيما يتدى بخاف جبان جدا بالمناسبة ما في زول غاتل راجل ما في غاتل شجاع يعني غالب البرهان واللجنة الامنية بمسحوا جوخ الليبايدين وانو التمع الدولي بقولهم مشارك هو دي الكلام ان انا بتكلم عنه ذاته انه هم بتنازل يعني هم حسي الكلام ده ما كله تنازلات على اساس انه يفلتوا من العغاب انا ما ده الكلام اللي بقوله لك ذاته يعني يوصلوا لمرحلة بانه نحن ممكن نقدم نعمل الحاجة الدائرين نطبع مع اسرائيل نلبل بالدولة العلمانية واي شي نظير انه نحن نكون موجودين في السلطة نظير انه ما تضايقنا المحكمة الجانائية لانه المحكمة الجانائية دائما مربوطة بينهم وربوطة بين الامريكان بالمناسبة بأسروا فيها تأسير شديد جدا وهم حاجة وهم التأسير هو التأسير العلاغات السياسية او العلاغات اللي هم بشوفوها الحركة اللي بعملوها الامريكان مع اي رئيس في الدول الافريقية ولا الاسيوية اذا كانت حميدة تأكد انه الجانائية دي ما بتستهدفوا ما هم عارفين دائما بيستهدفوا اعداء الامريكان وعداء ناس معينين ماذا شغل اللوبيهات انت قال الحاس المنظمات دي ما يشتغل الشغل برضو غزري يعني انت قال الحاس المشاكل بتاعت امريكا دي امريكا دي ما دولة بتاعت منظمات في حاجات كثيرة جدا امريكا تنازلت فيها تمام استغرب ليه ودائما كل ما نحن حسين احنا دارين نطلع والشعب السوداني دار يعمل جرجح حساب دار يزغط على الحكومة دي الامريكان بيقدموا في حاجات عشان الحكومة دي حقتهم عارفين بيقد حقتهم هي حقة الامارات طالما هي حقة الامارات الامارات بتدفع لامريكا ما في مشكلة يعني يعني زي اللي بيقول لك حقه زي في جيبي يعني حقنا يا اخي يقول لك حقنا يا اخي في جيبي يعني مضمون يعني فمضمونة يعني طالما انت قاعد مرتبط بالامارات والامارات دي شار اللي بيقول الشرائم بتاعتها بتمتصف الوطن هم ما عندهم مشكلة معك بالعكس بقدموا لك تساهيل كثيرة جدا جدا بس المهم سلم الإمارات ونحن بنشر من الإمارات بالطريقة اللي نحن بنعرفها دي عندهم حاجة عارفين نازل كلهم كده يعني ممكن الشعوب تكون متوافغة معاك ممكن تكون واقفة معاك ممكن تظاهر معاك لكن الحكومات دي هم مصلحة لأنه هو عارف أنه لو ما قدم للشعبي ده الشعبي ده بيرفعه من الكرس ده وبيغذبهه في سلة المهملات عشان يقوم يقدم لا دم يشتغل الشغل الغزر ده خلف الشعبي ذات خلف الشعوب بتاعتهم عشان كده مراته كدت تصهر القصة بتحاسب وبتحاكموا هنا السودان ضاع وخلاص لسه يا الرياح مدنيل انت بجاهل ضاع زمان كنت مع عمر البشير حسي بجيت في ضاع يعني ضاع عشان عمر البشير ضاع بألش يا الرياح مدنيل يعني بالمناسبة ذكرتني عن صلاح سندال صلاح سندال ده انا انا حبيت لانوع ما عزبني يا اخي صلاح سندال ده طبعا اول لايفات الزمان وكد كنت انا بيشتغل في المنبر كان بيطلع معانا يعني بيجي يطلع يقول رايوة كان معه عمر البشير موت طبعا صلاح سندال سمعت تسجيله مبارح بيقول يا غالب يعني اتبرع عن الاسام والجرائم بتاعتك لانه نحن بفتكر انه نحن ضلينا لكن انا ده اقول له حاجة يعني اتا هو كد جانا جانا بيشجع عمر البشير يعني زول بيشجع اللعبة الحلوة ودخلنا معه في صراع كتير جدا صلاح سندال ده لما نوصلنا مرحلة الردم وهو كان بيستند على نفس الاحاديث بتاع الناس شيخ توف ديل وقت قام عمر البشير انكفت فيه هو اخذ له غياب طبعا زاغ وجاء وجاء راجع اول لايف يشتغل وقال ليه عمر البشير والله سويته شينا يا اخي ياخي الشعب يجعاني انت سارق ليه 25 مليون ردم عمر البشير واجتدى من ضلاله القديم وبيقى بيقى مع الصورة اول ما بيقى مع الصورة بيقى مع العساكر طوالي راجع طبعا ديما ما قلت لكم دائما السوداني طبعا تبفتش في الالهة ما نحن ذاتنا حتى الجانب الجانب المدني بهين كانوا خلقتوا لكم برضو اصنام ناس اللعصم وسلك وحيعملوا والكلام الودى الصورة دي في داهية او حيودها في داهية نظر الله انه ربنا يعني يصلحها فقام قام شنو بيقى بيشجع ناس برهاني وكباشي وفشفاشي يعني ضلة وبردو في حمدوك طبعا ما هم ناس انطباعين قام حمدوك حمدوك عارف الكيان ده بيستهدفوا ليلا انه قالوا يعني ما بصلي وما بصوم خلوا اي شغلانة بيقوا في صلاة حمدوك تقول بعدين حيحضروا وقت يجي الله سبحانه وتعالى يحاسب حمدوك خلوا المواضع دي كلها قام حمدوك اضلونا الضربة الغاضية طبعا لانه هو عارف هم دلما شيوعين برضو ولا فكري شيوعي هم شلون السعودية بتاعاتهم دي طبعا طوالي هنا صاحب ندا صلاح سندالة صلاح سندالة طوالي اول ما ماشى السعودية ده بيقى زولة طبعا بقى هم بيعرفوا قاعدوك كيف بيقى يشجع حمدوك المهم يعني كل مرة بيقع في ضلاله الغديم يا خوي يا صلاح سندالة احنا ما شيف في دريب واحد والله ما فارقنا دريبنا ده ما في حاجة بتخلينا نستغفر لانه نحن ما قاعدين نغلص ديك انت قاعد تشجع الطغيان وترجع منه وتشجع الاصنام وترجع منه يا خوي نحن دريبنا ده عارفينه ولا قاعدين نشجع زوله ولا بينفتش فيه حمدوك ولا كده حمدوك دا لو قدم عمل جميل حس انا بطلع بقول حمدوك قدم عمل جميل نوع العمل كده ما بشكر حمدوك بشكره لانه دي وظيفته انا وقتشكره بكون ممكن احفزه تحفيز ليه كلام يا خوي الله دا دي خطوة جميلة لكن اتدار تمجد الزول زولاته في كباشي وفشفاشي ومصراني دا كلام غلط يا اخي انا طبعا ما اتعارفني ما قاعد اخوش معاك في مناوشات لانه يعني وقت جيت بتتمرن كنت بتتمرن عندي انا في اللايفات بتاعتي فيعني انا بعيد نفسي انه بالنسبة لك زول مدرب فيتحترم نفسك ويتعامل معاي بادب يا اخي ما انا ما قاعد اتضل يعني زيك كده اتضالي طوالي عمل لك شنو انا ربنا يحفظك ويحفظ وسرة صلاح سندالة وكل السودانين يا نحنا في فترة يا صلاح سندالة محتاجين الناس تقيف في الصورة دي تقيف فيها في انه المنظومة العسكرية اللي انت بتسجع دي وبالطب اللي دي غاتله وغاشمة والناس اللي ماتوا دي يا صلاح سندالة بيديك نقدر لو كان واحد من الحرائر دي بيتك ما كان بيكون دا كلامك ولو واحد من السوار دي كان ولدك ما هو الودي يقول انت حتقول لينا كنت لو كان ولدك الحاحمي لو ربنا غدر كده انه هو قال لك يا خدانا مؤمن بالنازل ومشيت معون ومشى مات واختصبوا لك ما كان بيكون كلامك دا الناس حقوا تخدت الوجع بتاع الناس التانين وتقعد في نفس المكان ودعاين للمنظر دا بتعرف الصورة الحقيقية للوجع والألم بتاع وسر الشهداء دي الناس الحسي نحنا بنمشي يوم ستة دا على اساسين وننتظر الساعة واحدة ظهر عشان نطلع موكب ولا عشان نشتغل اعتصام ولا نشتغل لنا وقفة لكن الام دي مما تقوم من الصباح بيدعاين للسرير بتاع ولده وبعارفة سرير اولاده انا بتذكر في مدرمان في مدرمان السوق مدرمان دا كان في قريب له في واحد اسمه جلال جلال دا يعني ربنا اراد انه يكون من من اصحاب الاعاغة هو مريض كده يعني مريض نفسيا كده نظر الله انه يكون بيقى كويس وعمره كبير يعني عمره 24-25 سنة بيكون واقف في الشارع طوالي بيقشر بيسلم على اجي زول ماشي في الشارع مريض يعني لكن دايما نظيف تلقى واقف نظيف كده ويهشر للناس وكده في ناس بتحصره وفي ناس بتخدتالي قروش بيقضي يومه دا كله في السوق لكن ما عارفين الزلده بيمشي وين وتاني يوم بيجي نظيف برضه القصة دي يعني شوف عمره كمه 20 سنة دي امه بس امه عندها ستة ظلنا اولاد الستة اولاده لو ما رقدوا نامه هي ما بترتاح للوده كان مريض مما هو صغير تقوم من الساعة الصباح تكون قافلة الباب ما بتفتح الباب لانه بطلع تمسكوا تلبسوا تغير ليه وتشربوا الشاي وتأكلوا حتى يطلع طلع تاني ما إلا بالليل بتجي بالليل تزازي في سوق مدرمان عشان تفتش ولده دا لغاية دا عمره كمه 27 سنة شوف 27 سنة تجي في السوق دا تفتش كلها جلال جلال لما بيقول عارفوها الناس من بعيد بيقول لا ما شبه هناك بيكون قاعدة في فجة بتجيب تحاحي وتخيل ما بيرجع طوالي البيت تحاحي تحاحي لما تجيبه تكون وسخان وعينه طالعه وهدومه بهدله بيتملس هدومه دي وتغسل له وقر عينه وتخدت ليه حاجة يأكلها تأكله ويرقض هي بيتملس له وتدمفي هدومه ده تغسيله وتشفطها وتخدتها جنب السرير وتكون قافلة الباب الصباح عشان ما يطلع عشان تقوم تلبسه عشان عمره كمه 20 سنة عشان يجلس سوق دا عمر 27 سنة تضحية غريبة الأمهات دا نفس الأمهات بتاعين الشهداء دا الحسي قدامكم دا ما فيه انخلاف ممكن تكون غريزة زايدة غريزة أقل لكن فيه نفس الكلام دا الناس الفقدوا أبناء دا فقدون عشان الحرية والسلام فقدون الليلة جرد الحساب لو قاموا سأله حمدوك حيقولون أنا طبعت أنا عملت علاغات دولية خارجية لو سر الشهداء للمكلومين للمخهورين لو سألوا إن الوطن دا نفس الوطن اللي أدوك له حيقول لا جمال الحكومة دي فشلت ونحن خلونه مما فشلت خلونه مما نسقطه خلونه نرجع لأسل فشل ذاته في العساكر دا القاعدين من سنة 58 هم بتلبوا فيها خلونا نفهمهم بس دور شنو نحل الماليشيات دي ونسيق الشرطة ونحل جهاز الأمني دا يجي جهاز أمني نظيف المشاكل اللي حسي مدورة لو هو كان نظيف ما كانت المشاكل بتصل كده ما كانت التفلتات في الشوارع والضرب في الشوارع يا جماعة جماعة الوضع صعب والله أنا والله مما أصبحت الصباح استقبلت تلفون الأولى دي جات فيني أنا خلوه يكن التلفون الثاني اللي هو عمتنا ربنا يحفظها وربنا يرعاها راك دا في المستكشفى بالكورونا نظأ لله إنه يرفع عمتنا طوالي وطبعا كنت مضطر إنه أنا طوالي أتصل طبعا ولازم يحكو لي يعني يحكو لي عن المآسي بتاعت المستشفيات يا جماعة اللي هي المستشفيات الأول حاجة أول ما إضربوا اللي بتاع الإزعاف في السودان تخيل إنه بتاع الإزعاف من وين لي وين قالوا ناي بياخد 15 مليون عشان يجيون في البيت دا بتاع الإزعاف عشان يوديون المستشفى بس كده أول حاجة 15 مليون عندك بجيك ما عندك بطريقتك لما ابتهم مني كتير يعني دا تخيل دا العلاج في بلدنا تأيي الإزعاف يشير للزول يوديه يتخيل إنه يخشوا مستشفى الحكيم يقولوا لون السريرة اليوم بـ 128 مليون يوم إذا أدارين عناية مركزة بـ 250 مليون أضربوا كده يشوفوا عليها بـ 550 مليون الوداد بـ 300 مليون المستشفى الحكومية والله والله يعني أخوي دا طوالي بتكلم معي قال ليه وقسم بالله العظيم المستشفى مدرمان دي عاملين فيها خيم في نصة جوا مستشفى مدرمان خيم خليها الأغاليم الأغاليم دي حدس ولا كذب أنا بتكلم لك عن العاصمة يا جماعة الليلة الليلة وزير كان بتكلم أنا ما عارفه وزير الصحة لأنه بيقول بيغيرون زيل كشتين النازل مالشين بيه نفسه طريقة عمر البشير لأنه زهدنا يعني أنا قعد أحفظ منه لا أخلي منه يعني أنت بتشكوا فيها زي الكشتين يا أخي وزير الصحة لاشنو بتكلم عن الأطباء النازل طبعا مستهدفين الأطباء الأطباء دا يا جماعة كانوا كانوا جزء أصيلة من الثورة ما في زول بنكرون خاصا يعني الأطباء كلهم هم الأضربوا هم البدوا الثورة هم الولع شرارة ما هم يعني ما هم براهم لكن هم كانوا وغود وكانوا برضو سنان زي يونه زي اللجان بتاعت العباسي وبر وكل اللجان في السودان يعني هي ما صورة تكاملية ترابطية كانت لكن في النهاية الأطباء دين الحس مستهدفين يقول لك يا أخي لون 11 شهر 11 شهر ما صرفوا قروشهم كيف ما صرفوا قروشهم يا أخي الدعم السريعي قاعد يصرف قروشهم بيصرف قروشهم الجيش قاعد يصرف قروشهم بيصرف قروشهم الجهاز الأمني بيصرف بيصرف قروشهم الأطباء ما بيصرفوا ليه دا مش كلام دا ما كلام غريب يعني 11 شهر ما هو عشان يوريوك المآتي يعني 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 قال لي يا قال لي اخي ده كله خليه حس انت لو دار تسافر انت محتاج الكارت بتاعة اه بتمشي لو مع ملستاك قال لي مع ملستاك لو عشر يوم قالوا مضرب والمعامل الحكومية كلها والمركزي مضرب مضرب عشان شنو عشان انا اعمل فحص الكورونا قال لي الرغم انه المركز الغومي بيعمل باربع مليون ونص كنا فرحاني ما في مشكلة تمشي تعمل يفحصوا ليك وارك ما عندك كورونا تشيل كارتك وتمشي قال ليه الليلة المعامل الحكومية بتستفيد منها الحكومة حكومة حمدوك مضربة واقفة كلها وشغال المعامل الخاصة بي عشرة وبي خمسة عشرة وبي عشرين للكارت بتاع الكورونا ده ياخي البلد البلد ماشى لمنطقة مغيفة يعني وده كله بوريك انه يعني البلد بتدل عسكري وما بتدل الطبيب بتدل عسكري وما بتدل المهندس ما بتدل غلط ذاته ما هي دي بلد بلد ماليشيات بتدل مهم دايما بالنسبة لها هي بتدل الزوالة اللي بيحدد دولتها وبيحدد هويتها نحنا هويتنا بيد عسكرية يعني ربنا يرحم دكتور بابيكر يا اخي ربنا يرحم والله قال لي عبد الله وده عبد الله تحية لك وده الرحوم قال لي الازعاف وده ابوي من البراحة بحري الى المركز قال لي عسل باربعين مليون هاي والله مصدقك يعني ده ازعاف تخيل يعني ده ما ازعاف ده يا كيب ده زي الانغاز مش قالوا انغاز يا هزاتا يعني ازعاف على وزني انغاز يعني يعني ده وبالعكس يا اخي ده ده انا 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 لو شعلوني بهم وقاموا كلموني بالكلام ده لو انا غمران بموت ولو انا واعي بأمر يعني انا في النهاية مريض وبعد ده يعني تطاعنوا فيني طيب الدولة قاعد تقدم شنون المواطن دكتور عمر النجيب وزير الصحة والله ما عندنا نجيب يا اخي نجيب محفوظ اللهم صلى على سيدنا محمد مركز العزل الخرطوم والله حاجة حاجة محزنة يعني ما انتع انا وقد قلت الكلام ده ما انا بس تغرب ويقول لي اخي الوضع ما شك سيء مما استلم وطيب اكرم كان بسوي في شنون يعني اكرم كان فاشل يعني ما هو حسي من الحاجة اللي بتورك انه حمدو قده فاشل انه كيف يقبل زي السمسار طبعا ابراهيم الشيخ ده ما انت قلت زول قلت كفاءات وفاته ناس كعامين تيبه اقعب منهم حتى حتى المواطن ذاته فقد الامل في انه يتكلم والله يعني يعني التعييم بتعمل يا مصادق وابراهيم الشيخ ده واخسم بالله العظيم سبب يعني صدمة والله العظيم يعني زي زول اللي بتجوح يعني بقول لك زمان لو انت شاكلت زول لازم تباقت وتدي كف لو ديته كف يعني بتحصل له زي ما تقول فترة بتاع التوغف كده يعني زي ما حق المباغة يعني والله العظيم واخسم بالله يحس حمدوق ده الدليك الشعبي ده كفتاق لما هو فعلا لغاية حسم مستغرب مريم دي معقولة بقت وزيرة عليك وبيلع سمتها وبلكتها برضو في النهاية الناس بتعايم مستغربة الفريق شنو بين مثل عباس ومريم فريق شنو يعني الفريق شنو بين ابراهيم الشيخ ومدني يعني بالعكس انا بفتكر انه يعني مدني ده افضل من ابراهيم الشيخ لانه ده جاي محل للأكل ذات ده دول من من النظام البيت وانتهازي نمى وتكبر وتجبر في في عهد الانغاص يا حمدوق ذاته ما مصدق وهو دي الدليل على انه حمدوق ذاته ما عنده حاجة تعيين بيجي من الامارات اتقال ان احنا بنقول الكلام ده لي عشان الناس تفهم انه تعيين بيجي من الامارات التعيينات دي كلها بتجي من الامارات يعني اه بالدول بدو الورقة اللي حمدت بيجي يقراء لون ومرات كده بقول لحمدوق قراء انته اغبار تعيين وزير وزير التربيه هده هده انا انا بفتكر انه ده مضي على الوطن مضي على الوطن مضي على الزمن مضي على الوقت النازل انتهو يا اخي النازل ما حيمسي تحسوف الديون دي ما تقول ليه دون دين وجابوا لون وبكرة بيصطلوا الله والامم المتحدة حتقدمي بيناتنا الايام حسي حسي بتصهر لكم قدامكم بيناتنا الايام الحمولة دي تقيلة والكلام اللي انا بقوله قاعد يتنفس الجيوش اللي انا تكلمت عنها الليلة جا تقرير برضو يا جماعة المرة الفاتحة توريتكم الكلام بتاع بتاع اليونيميد ده اللي هو المدير الجابه ده قال الموضوع ده موضوع بتاع جيوش قسم بالله العظيم هم ذاتهم في ناس طوالي طبعا تقول اه يعني تقول اه يعني اه الموضوع ده خاص بينا قاموا طوالي ضربوا ليه تلفونات قال ليه زول زول ده قال كده قال نفسي كلامك يا استاذ غارب قلت له ناي هي لو ما لو ما حلنا الجيب ده ما حنمسي لك الدام لو ما الجيوش دي لو ما تفرتقت ما حنمسي لك الدام حسي الليلة الامم المتحدة كتبت الليلة الامم المتحدة كتبت في القرور بتاعهم ده ولا في القرور ده اصر بانه الموضوع ده اكبر منه موضوع ده في الدعم السريع ده والدعم السريع ده بالمناسبة هم دائرين يعصر الحلو بانه اه ما في مشكلة تدخل ناسك لكن الدعم السريع باغي باغي حيمشي للنقطة دي ولو جبل الكلام ده يبقى في النهاية جبل على انه يكون ضيع نفسه وضيع الوطن تاني الوضع ده لازم تتحلى فيه اول حاجة الدعم السريع اتسرحوا اندمجوا داخل الجيش المهم نحنا ما دارين حاجة سريع وماليشيات ما دارين ماليشيات حتى ناس حتى ناس حلو ولا مني ولا كده ما دارين دارين جيش واحد وطني كله كده كله على خط واحد جيبوا ناسكم ديل كله ونلمون يخشوا يأهلون ويدربون وتجي امتحانات يشوفوا يشوفوا الضابط من الضباط ده زاتهم رجعون من من اللول والله العظيم وقسم بالله وحيات كتاب الله هنا لو مسكوني لا بس يمسكوني الجزئية دي بس وقسم بالله العظيم اللي وادل وحيات كتاب الله ما جريت لك مع العرفة ابقى ما يسمي غالي لانه ديل حق او مرات في عرفة والله ممكن ما يحيي لك حميته والله في عساكر ما بيقبلوا حيه حميته وقسم بالله العظيم دي انا دي انا بتذكر يعني كويس فديل ببدأ من اللول يا جماعة امتحانات عديل ناخدتها وطاب حتى التجريب والجري والكرسة الكبيرة دي دي بتوالي بتنقص منك نقاط يا زولنا شكا من اللول نستوعبكم كلكم بضباطكم عميد هاي تجوك مع العساكر دي لنشوف تأهيلك شنو مغدرتك شنو لانك اصلا لو كان فيك فائدة كان وقفت ضد عمر البشير يعني انت لو فيك نخوة ولا فيك ريالة ما هو كان طاغي يعني في زول ما عارفه فطالما انت ما وقفت ضد الطاغية وضد الظالم وضد المقتصب دي بقى ما فيك فائدة انت ذاتك كان لو ولا عقيد ولا بتاعنا احنا بس خجلانين وانت قاعد حسين احنا زعلانين من حمدوك وحمدوك فاشنو ما هو في التناغم بتاعد ايام تناغم طواري انت قاعد اول دفع خرج الدعم السريع ده ما ماشى قاعد في المخصورة هالزولة جبتوا على اساس انه يزيل لك الدعم السريع قاعد يصفق للدعم السريع ده اول تناغم واول دردقة في النجيل عملها حمدوك حتى ماشى للدردقة الثاني قال انا منتظر الناس علان الحرية والتغيير الدون البرنامج حسين اللي ما دي غايته عمل لي حركات كده وطبعا لما نسل المنظمات وانا بفتكر انه ديزني ده كالزولة ديفيد ده البصهر طواري مع الحلو بصهر مع حمدوك ده هو العراب بتاع الشغل القائم ده كله ما طبعا ده ما شغل بتاع منظمات بلاه وكده فهم دانين يتموا الشغل ده وعارفين انه الشغلانة كلها في الدعم السريع يعني عارفين انه مشكلتهم هتكون قدام الدعم السريع اما كثير اقسم بالان محمد قال اقسم بالله العظيم ما تعمل ما تعمل حاجة وحاط الله ما تعمل حاجة السبيل سبيل كله وانس زي والوانس سمحا كويس كنت خيرك انا ما عارف وقاصد ما قاصدني انا ولا قاصد زول تاني غايته يمكن يكون بيتكلم مع الناس المعلقين كذلك نسمع ان نشوف مكة يوم واحد كلهم بيزبطوا بيزبطوا لهم انجسيات وبيسلموا لهم ساخر طبعا جماعة الموضوع ده بعدين واكتجي في التهيل واكتجي في العسكرية الججد هم كلهم بيجروا ما تشوفوا الكلام ده فهي قصة انه هيك التجيش والغرارات الجاية دي نحن ماشيين لجرد الحساب انا خطيت انه جرد الحساب ده هيكون يوم ستة هتكون في وقفات هتكون في اعتصامات هتكون في الناس هتطلع كلها لازم تطلع بعد ده لازم تطلع طوال تعمل حياء لشهداء نديل والله يعني مواكب وقفات اللجان المقاومة تحاول تتواصل مع اللجان حولها في الاحياء تطلع طلعات ليلية تندي التنادي بعيدا عن المشاكل بعيدا عن الصراعات ده لن نخلق التوأمة تانية ده لن نعيد الثورة دي تانية ده لن نتذكر الشهداء ولا بعتون يعني ما هي دي المرحلة الوحيدة بعد ده بتحيي فيها الشهداء لانه دي اليوم اللي بيجي فيه ده اي يوم بيجي من الليلة وماشي ولا من يوم ستة وماشي ده يوم بيذكرك الثورة وبيذكرك انه كيف فضل الاعتصام لغاية الثلاثين يونيو الجاي داك حقوا يكون انتهينا من المنظومة دي كلها حقوا يكون فعلا وصلنا لدولة مدنية حقيقة فيها جيش وطني واحد موحد وفيها شرطة نظيفة خلاص هي بدأت امنت بالهيكل واحترفت بانها هي اخطأت خطأ تاريخي لازم يحصل الكلام ده ولازم يحصل الاعتزار ولازم الناس تعارف بانه الشرطة بتاعتنا دي اخطأت والجيش بتاعنا اخطأ والمواطن ذاته اخطأ يعني ما المواطن برضو كان ما على قدر المسئولية وبالمناسبة هو المواطن ما جزء من الشرطة وجزء من الجيش يعني برضو على التعليق بتاع واحد فعلا هنا قلت كده محمد الحل الجزري يا استاذ غالب الحل الجزري ما انت عندك الحلول حسيا هي ما الحلول قدامك الحلول دي بانه لازم تزقط يعني اذا ما اذا ما سقطت اذا افترضنا انه ما سقطت علي اللي قال ان الماليشيات يطلعوا بغرار عديل بتاع حل الدعم السريع ما نحن صورتنا دي مطالب يا جماعة انا وقت اقول لك الدعم السريع ده مطلب الشهداء واقسم بالله العظيم ما بتاعي انا يعني اهي انا بنادي فيه اولي خمسة ستة وسبعة سنين دي ما ابتهم كتير لكن هما الشهداء الماتوا ديل الحسين احنا دانين نطلع في الزكرة بتاعتهم ديل هما كانوا واحد من مطالبون حل الدعم السريع ده لانه هون كتلون يعني انت دار تحتفل يعني تحتفل باشتما هو الدعم السريع ده الكتلون هون ده قاعد هو قاعد في نائب رئيس مجلس سيادة قول ما قدرت انك تلمس حمايتي ولا تزيل حمايتي من مجلس السيادة ازيل التكوين الكتل اخوانك ده ازيله اطلع لحل الدعم السريع تسريح الدعم السريع دمج الدعم السريع اول غرار يكون دمج الدعم السريع بعد دمج الدعم السريع يبدأ يندمج بعد دخل الجهاز الامني ذاته دخلوا في الجيش دخل جهاز الامني ذاته جوا الجيش خليه يخلقوا جهاز امني جديد ولا خليه انه يختاروا له ناس غوميين ناس نظيفين هو ذاته يكونوا عارفين العباء بتاعته جهاز امني ما شغال مع الوطن شغال مع العمالة برا مع الارتزاء تعرف لو عمله جهاز امني نظيف يعني حيقبط اول ناس حيقبط ناس برهان تبقى زي قصة نميريو عين لابو القاسم في السعودية سعودين قالوا ليه يا اخي اعلن الشريعة الاسلامية ونحن بندعمك واعلن الحدود عين لابو القاسم كده قال ليه رايك شنو قال له والله لو عملت الحدود دي والله ما تلقى زول يصفق ليه كلهم بيقطعوا يا الدينون حسي دي لو ما شد على الدولة المدنية ولما شد لي مفاهيم انه ازلت المنظومة بتاعت المليشيات دي الحساب جاي ياه والله والله اللي يبقوا عندهم جنحين لانه هما عارفين انه لو بيقى في جيش وطني واحد مواحد وتمت ازالة المليشيات دي بعد دا الحساب ولد لانه في شرطة وفي كده ما تقول ليه كيزان ولا كده في النهاية كلهم بتبلوا يعني احنا تقال حسي بيمتازوا عليك بشنو بانه نازل ماسكين سلاح يعني والزولة الماسك سلاح بيفتكر انه بسلاحه دا وممكن يقتل يعني هان احنا دارين نطلع اولا دارين عاصبة بدون سلاح ودارين حل المليشيات الموجودة دي والجيش المليشي دا والمليشيات الاصلية والحركات كلها خليه تطلع لنا جيش وطني واحد وشرطة بس اثنين ما داريني شرطة والجيش بس وامن قلينا خايف يتمضم الجيش للدعم السريع وطبعا دا السيناريو الدائرة والامارات الامارات طبعا دا لنفس السيناريو بتاعك دا وحيكون شغالي لو جماعة تحياتنا لكم انا قلت اشتغل الله بسيط كده وخلونا ما في سؤال مشكلتنا واحدة بس حل الدعم السريع مش الدعم السريع يا ما ما في حاجة لازم يكون حل الدعم السريع وهيكلت الجيش الجيش دا ما هو قاعد يقلبه ما انت لو شلت الدعم السريع وخليت لين الجيش دا ما برضو خليت مشكلة يعني لازم الجيش دا يتهيكل يكون عنده يكون عنده فعلا هيا تركان مشتركة ولا متكاملة معارفة اعباء وعارفة هي بتقدم شنو والجيش دا لازم يطلع من العاصمة الغومية عشان ما يجيونه بيد بابا دي دي ما غرارات لازم تات وقت تقول لك هيكلت اول ما يبدأ يتهيكل يتهيكل خالي العاصمة الغومية الدعم السريع دا طوالي دا لتسرحهم طوالي سرح فيهم جزء التشاديين دا كل لو نوديهم تسرحهم السودانيين الناس بيتقدم بيقعدوا معهم بيعرفوا سودانيتهم بيدخلون على حسب المفاهيم بتاعتهم داخل الجيش السوداني لكن لغاية الليلة ولغاية بكرة معقوله تشيلوا المرتبات وحاصلة الصادرة بتاع الوطن كله عشان تدول عساكر بتاعتنا الدعم السريع قال لي كيف تحل الدعم السريع وعندك حركات مسلحة هل يستعموجود هل يتحلت ولا اندمجت في الجيش ولو الجيش قادر يتحل الحركات طيب هو الدعم السريع هو الدعم السريع قبل يومين لو انت بتابع حميتي دا قال أنا ذاتي ما عندي قضية بالحروب الخارجية ما عندي قضية بحرب الفشقة إلا قاموا عصاروك إذا قاموا قال خلاص ودلوا حاجة كده سيمة درع الشمال وذو طبعا المشروع الكبير اللهم شغالين فيه ودرع الصحراء ودرع الشمال اللهم ده مشروع خطر شغال فيه حميتي الحمد لله انك تذكرتاني لي ويا اخي بالمناسبة طبعا هم كلهم بيجروا مع القبائل العروبية هو طبعا عنصري حميتي وناسه عنصريين القبائل العروبية ده كلها بيحاولوا يغنعوا ناس العمد بتاعنا وبيستخطبوا أولادها وبعد ما يستخطبوا أولادها تخيلوا انه بيعملوا شنو يعني في مدرمان في بحري في بحري في المناطق الولى دي اللي هو بيقول لها شنو كده الفاتح مناطق الفاتح يا الله هاي شنو كده الفاتح ده دي مدينه قريب لها ما عارف أربع الف ولا وربعمائة ألف متر ليحي ميتي والعساكر العساكر بتاعنا المنطقة ده كلها قاموا دخلوه في الدعم السريع وبعد ما تخش بيقول لك يا اخي تتعظمها ودى المنطقة عليك اللي استري لنا قطعة طبعا هم ما بجيبوه كده بتضطر تستري له ناس والعساكر الجاي بنا ومنتشاد وكده وكده ها دي لأخوانك دي لأخوانك لازم تستري لهم يا اخي استري لهم عليك اللي في الفاتح دي لانه ما بيقدروا يصهروا طبعا فتخيل انه بدوا يغزوا العاصمة بكل الأطراف لانه كميات كبيرة جدا جدا وعن طريقة لإدارات الأهلية والطراغ الصوفية والناس المغيبين دي قال ليك يفتح الله ما هي قال ليك يفتح الله الدعم السريع عندك حركات مسلحة لاستعمامة موجودة انا بفتكر انه الحركات المسلحة دي ما عندها قضية هو انا بقول لك في سنو هي الحركات المسلحة دي طلبها ذاته هو الحركات المسلحة دي طلبها حل الدعم السريع هي قبلانة لو تحل الدعم السريع هي قبلانة تتحل هو الحميطي رافد انت ما عارف الكلام ده ولا شنو انت ما عارف انه اول ما تكلموا عن الدعم السريع ناس من ياركو مناوي حميطي قام طلع خلاهم يتكلموا في الاتفاق وغاب منه نربع يوم حتى نجرع عجعين تاني ما قالوا للكلام ده طبعا قاعدوا يتفرجوا ساي لا للعلمانية الإسلامية 100% وما في علمانية يا أخونا الريح طبعا الموضوع ده تغير هو قبل قلنا لك بالدولة المدنية وقبل بالفيدرالية وقبل بالديمقراطية الفيدرالية انتهت عشان ما تشوفوا لكم مشروع تاني أصبح الدولة مدنية لو الدعم السريع تفكك 50% مشكلة السودان بتنتهي دي حقيقة والله وخصم بالله العظيم المعدات والأسلحة والعربات بتاعتها الدعم السريع كان بعناها أنا بفتكر انه حناخد لنا زي 5 سنين كده الشعب السوداني حيرتاح من الدقيق ومن الوقود العربات بس التعتشرات دي والسلاح بتاعهم والحيات بتاعتهم لو تباعد الشعب السوداني دي بيرتاح يا أخي أكتر من 10 ألاف ولا 15 ألف ولا أكتر من كده ممكن يكون 100 ألف تاتشر 100 ألف تاتشر قالوا التاتشر بي كم مع 20 مليار ولا بكم تخيل 20 مليار في في 100 ألف تاتشر دي بي كم ده مش كلام غريب الفتح الفتح ده لأم درمان هو كم بتكلم عن الفاتح حاجة كده يسمى الفاتح في الخرطوم ما الفتح لا حاجة كده يسمى الفاتح في الخرطوم يعني ضرب ليه اللي هو يعني عنده مشتري هناك قال لي ناس الدعم السريع كله ونشتره هناك يشتروا أراضي واشتروا قطع طبعا بدون قروش كويس الحكومة بتدون قروش كويس يتخيل إنه القروش اللي بياخدها عسكري أحسن من الضابط السوداني وبتندفع من الخزنة بتاعت الوطن تيجي تقول ليه الدعم السريع وفي أكتر من كده تقول ليه تمشي كيف إذا كان القعد يعني يدمر الإختصاطهم ناس الدعم السريع والجيش والمنظومات العسكرية دي ذاته شغالة طهريب وشغالة سرقة وشغالة سرقة للدهب وشغالة سرقة لليورانيوم وشغالة نهبي عديل للمواطن والنهبي بيقى داخل السواق ذاته فكيف البلد تمشي ليه جدام ما حتمشي ليه جدام الحركات ما منهم خوف أصلا الخوف من الجنجويد والله التحيل كل حركات عندهم شنو يا أخي حركات ما عندهم حاجة والله القضية في الجنجويد واليوم ستة قرب ونحن لدينا نتفق أخونا الريح قال ليه شوف يا أستاذ غالب رجعونا مكان ما كنا إنته رجعتونا يعني إنته يعني عمر البشير كان رجعنا يعني ونحن القناية عمنا الريح وده الجيل التاني بتاع الكيزان ديل الكيزان الزعلاني من كيزان يعني انت حسي عمنا الريح ده ما هو مرتبط بالكيزان يعني أو هو ما كوز لكن كان بيحبهم بس وكان مصارعنا زمان في اللايفات بأنه بيحب الكيزان يعني وبيقول يا جماعة أهدو فحسي دي لعمر البشير يعني رجعنا محن ما كنا ولا ديل بيقدروا رجعونا بالمناسبة ديل هالكون يعني ما بعيدين من أكون ديل المجموعة بتاع الصلاح قوش يا عمنا الريح يعني زي الزولة اللي بيجي يقدم لك زول يقول لك يا أخي الزول ده ودعمكم من فلان أهانا بقول لك حس يا أخونا الحكومة دي ديلة ولا دعمكم التانيين المشاكلين معاكم أنا الصلاح قوش اللي هو برضو زعلان منكم لأنه موقفت معه وكيددقو وكيددقو في موضوع الانقلاب فنحن بنرجع لك الموضوع الموضوع ده كله مربوط ببعض ده الكيزان في كيزان وهي بوط ناعم ورأس مالية طفيلية غازلة وماليشياته وعساكر للأسف الشديد بايعين وخاينين للوطن والمواطن نحن المهمة دارين نتفك كلنا عنه ده مشروعنا مشروعنا بتاعه جرد الحسابة الجايدة جرد الحسابة الجايدة إنها تزبط ثالث إذا ما تحل الدعم السريع وإذا ما تحل الجيش السوداني وإذا ما تحل الجهاز الأمن وإذا ما نصغط الشرطة وإذا ما نصلاح الغضاء وإذا ما نصلاح العساكر دي تزقو الثالث والله الناس تطلع تزقو الثالث ده السكف بتاعنا نحن دي نحن بنقدم سكفنا ما حسك بيل الحلو ده كان سكف العلمانية ما كان هنا وكتعرف إنه الناس جاديين وصل معاهم للدولة المدنية نحن بنسكفنا إنه نزقط الحكومة دي جرد الحساب بتاعهم والموسوعة بتاعتهم وورقتهم القدمناه على أساس إنه يلبلنا طلباتنا كلها من بداية استرداد الأموال وتسليم عمر البشير ومحاسبة رموز النظام وهيكلة الجيش السوداني وحل الدعم السريع وسياق الشرطة وإصلاح الغضاء وإصلاح النايب العام وتغيير العملة ده كله وتقديم دولة بدون محاصصات ده كله فشلوا فيها الحاجات المطالبة الليستة بتاعت الصور الكبير القدمات الشهداء ناس عباس وناس محجوب كل الشهداء الأخيار دي الليستة دي ما تنفس فيها ولا حاجة ونحن ماشينا على السنة الثانية تحياتي وأشوار إليكم يا جماعة تحياتي